طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من ذكريات القياد السابق في حزب البعث العربي الاشتراكي الأستاذ إحسان وفي قسام الرائي عن قاعة الخل الحقيقة المرة الجزء الثالث لكن قبل ذلك نقرأ على حضراتكم بعض الأخبار الرياضية كتب علي خالد في موقعه على الفيسبوك الرجل الذي أحبه جميع العراقيين خيسوس كاساس استقبل يوم أمس عائلتي في مطار بغداد وعواء المساعدي واحتفل بعيد ميلاز زوجته بكل أمان وفي أحد الأماكن العامة واليوم ذهبوا لزيارة آثار بابل ويتنقل كأنه عراقي بدون خوف ويرسل رسالة للجميع بأن العراق آمن إضافة إلى ذلك هو صاحب أول إنجاز يتحقق للعراق منذ فترة طويلة وأيضا عمله بجد وكتب عبد الأمير الكناني في أرشيف نجوم وتاريخ الكرة العراقية النقد المستمر والتسقيط والتشهير بين الرياضين على برامج الفضائيات أسقط هيبة الرياض العراقية لاعبين ومدربين واتهامات بينهم بالسرقات والرشاوي والتزوير والقف والسب والشتائم ليست من أخلاق الرياضي كلنا نعرف الرياضة هي طاعة وحب واحترام وهي سبب لتكوين الصداقات والتعارف لكل الرياضين العراقيين انحرفوا عن هذا المسار للأسف وأخذوا من البرامج الرياضية ساحة لتصفية الحسابات والآن نأتي إلى الجزء الثالث من 11 تموس إلى 22 تموس 1979 المؤامرة المرة الجزء الثالث إن طريق الآلام مشاها المسيح من الجثمانية إلى الجلجتة مرة واحدة في حياته ومشيتها أنا طيلة حياتي الدكتور مونيف الرزاس واستمر موحي يروي وقاع مفككة لا تربطها سوى عملية لصق غير معقولة بعد فقدان الدليل وكم حاولة اتيام للرفاق بأغض أموال تافهة وكنا ننتظر أن يروي وقاع عسكري عن انقلاب الموهوم وكشف اسماء الضباط المتآمرين ولم يذكر ولا اسم عسكري واحد أو دورهم في التنفيذ إنما اتجه لإلصاق التهم الباطلة على أكثر رفاق تعففا أردنا الاتصال بماجد عبدالستار السام الرائي بعلاقته مع اسماعيل النجار وفوجئ ماجد إلا أن صدام قال انتظر في النظارة وكنا نريد أن يتم العمل مع محمد دبد برئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق وما إن ذكر اسم محمد حتى نهض قائلا هل أخرج إلا أن صدام قال لا لأن محمد دبدب لا يخون وعاد موحي مرتبكا بعد أن تولى صدام الأجوبة ولم يتمكن النظر إلى المجتمعين وعاد يذكر اسماء الكادر العمالي أمجد هاشم مؤيد عبدالله علي جعفر محمود جاسم راسم العوادي محسن الذهب طالب محمد صويرح المناظر الأردني همست لصديقي علاء أبراهيم ولك علاء هاي مو مؤامر هاي تصفية ويبدو إن إشارة متفق علي بين صدام وبرزان لإتمام التمثيلية والانتهاء منها قائلا أطلب من الحزبيين رفع أي اسم يعتقد بأن له ظلعا في المؤامرة الآن سأقرأ القائمة ومن يذكر اسمه يترك القاعة وبدأ يقرأ الأسماء وتوقف عند اسمي بعد أن أوصل العريف أرشد ورقا له وبعد أن رأى بدن فاضل قال ها بدن انبين خاتل وراء العمود أقول لك ما شفتك وبينما كنت قاد في الممر ارتفعت أصوات مهللة وصراخ معاويل وهتافات بحياتي أكثر عنفا من البداية لأن جل الجهاز شعر خلال ساعتين بالحبل يلتف على رقبتي وإن صدام حررهم من الموت والرأي أوصلتني سيار المخابرات إلى المحفل البهائي في ساحة الأندلس مقابل سينما السندبات مع ملازم أول كان يبكي أولي عليك عبود فهجم علي رهط من المخابرات كالكلاب المسعورة وعندما أنزلنا اختفى الملازم قلت منفعلا لرجل تكريتي لكنا أنا رفيق حزبي تحت التحقيق ولي حقوقي انشب أن على أبوك لا أبو الحزب ألقى بي في أحد الأخفاص وهي عبارة عن بلوكات من الكونكريت بطول مترين وعرض متر ونصف إلى الأرض المحرقة وأنا أعاني من عضش محرق فتولاني نائب ضابط أبو محمود من القوات الخاصة بالضرب وربطني بالباب الحديدي في درجة حرارة تزيد على الخمسين درجة مئوية لعدم وجود منفذ أو مروحة قائلا راح شوفك النار وأنومك على الجمر وبعد ساعة فكوا رباطوا واجلسوني على كرسي وشدوا الوصاق على رسخي وأنا أصرخ من الخدر والألم فدخل رجل آخر قال ولكم سيصاب بالشلل لأن الحبل منع الدم من الحركة ثم ألقيت إلى الأرض المشتعلة ومددت واستعملت حذائي وسادة وتبولت على الحائط وبعد أيام من العطش والمفاجأ والصراخ لا أعرف كيف انتهت أعطوني صباح أول يوم لغيف وقد حماء وبعد يوم أعطوني بدلة من الخيش وصحن بلاستيك ودورق أي ما تسميه بالعامية الدول كده ماء للشر والبول كان الاسترجاع صعبا لماذا مثل هذه النهايات المفتعلة؟ بعد عدد أيام نزلنا إلى الطابق حتى بدت كما ذكرت مأساة الإعدام الأول إنني ذكرتها في الحلقة السابقة كي يحقق معي بدت الشكوك في ذاكرتي رهن هناك التباس أو سهم بالاسم ثم رحت أكذب ذلك ولم أفق إلا وهما ينقلوننا إلى المحكمة الخاصة في سيارة تضع علامة الهلال الأحمر بعد أسبوع وقد ألقينا كالأكياس ولم تطل المحكمة إلا دقيقة واحدة متهم لوبري كان ثمنها عشرة سنوات وفي أبو غريب سمعنا بالعفو العام عن السجناء إلا السياسين والجواسيس كنت وشكري الحديث ومحمد عبداللطيف وسليم الإمامي ومناف الياسين وبدر محمود في زنزانة واحدة أهم ما فيها حنفية ما ولأول مرة نتساءل لماذا كل هذه التمثيلية المصطنعة ثم سألني شكري أتعرف لماذا نحن هنا نحن آخر الشهود وصدام لا يريد أن يترك من عمل معه ليبقى وحده وهذا المخطط عمله منذ سنوات لتدمير الحزب والوحدة العربية ثم هز عضو القيادة القطرية القديم رأسه أسفا لأنني أنا الأول الذي أرغم القيادة السورية للحزب على صعودي فكان ذلك جزاء سنمار فقط للتوضيح جزاء سنمار مثل يضرب لمن يجازي بالإساءة بدل الإحسان ولمن يقابل المعروف بالمنكر أرسلني صدام في عام 1969 إلى عدنان خير الله حين عملت معه المكتب العسكري في 5 أيلول 1964 لإقناعي بترك البصرة والالتحاق بالقصر وقد قال عدنان لي أنا لا أسق بوعو صدام لأن الذي وقع في 18 تشرين الثاني 1963 يمكن أن يتكرر مرة أخرى ولكن التحولات بعد خمس سنوات قد قلبت الموازين فالمرحلة العاصفة التي عشنا خلال ثورة رمضان كلفتنا الكثير لعدم وجود تجربة أو نظرية وأن المرحلة الجديدة ستغير الكثير بحكم الرغبة جاد لإئتلاف وتوحيد الصف الوطني وعاد عدنان خير الله يتسائل إن صدام يتعجل الدخول في أمور عسكرية ينظر لها بمنظور رجل عصابة وهذا لا يتوافق والمرحلة آنية والمستقبلية وما أن أخشى أن يقع فيه والسر يكمن في قيادتي لجماعة حنين وهو خليط من الشقاة غايتهم لاختيالات وهذا الموقف إن كان مبررا زمن النظال السري فلا موجب له الآن وأشعر بأن الصدام سيقع بين صدام وناظم اكزار لأن ناظم اكزار مع صفتي الإرهابية رجل محترف يعرف ما يفعله حسب منهج خاص أما جماعة حنين فيعملون تحت غطاء مخادع ينفذون أفعالهم ويلقون تبع على جهاز الأمن ومثلها اختيال الدكتور ناصر الحاني عندما دفعوا وهاب الأعور لتنفيذ جريمتي ولا أبالغ إن قلت بأن صدام يسعى لتحويلهم إلى مركز قيادي يغضع لأمرته نتوقف عندما قول العدنان خير الله بأن الاختيالات وهذا كان مبررا زمن النضال السلبي وإحنا عرفنا طبعا عدنان خير الله بأنه مسالم وطيب بالقلب فكيف يبرر الاختيالات هاي تاليها صفت كما يقول فؤاد السالم وتحول العراق إلى حطام أتأخذ بأن صدام يحاول المشي على خطوات كاسترو كاسترو رجل لم يقود أصابات سائبة وشقاوات داخل المدن إنما قاد قوى عسكرية عقائدية مدربة في الجبال غايتها تحرير كوبا على طريقة ماو كانت آخر رسالة وصلتني من الرفيق عدنان خير الله مع العميد نجم عبد راضي اللامي مساء يوم عشرين تموس 1979 وأنا في مكتبي بجريدة المرفة فيها تمنياتي وشدد في طلب رؤيتي وقال العميد نجم بأن الفريق عدنان يصفك بأنك حزام ظهرنا ولم تنقط علاقتي مع فريق عدنان خير الله إلا فترة تيامي بالمؤامرة عام 1979 ولكنني فوجئت بزيارة اللواء آياد ناجي من رعيلنا القديم وعلاقة به تعود إلى سنة 1964 إلى البيت في بداية 1989 وأنا تحت المراقبة قال آياد أرسلني الفريق عدنان خير الله بمهمة تخص الضباط الذين سجنوا معك في مؤامرة قاعة الخلق ويطلب منك تقريرا بالتفاصيل والأسباب وأسباب احتقالهم وقتل بعضهم لأنه لا يعرف شيئا عنهم قلت لقد قضيت أربع سنوات ونصف في قعر جحيم وتعذيب وتجوير لم أروا في إداء السجن ومعتقل واليوم تريد تجديد تلك المأساة إن هذا هو المستحيل وعاد آياد يهتز تأثرا قائلا أتشبه بعد السنين قلت أتصدق أن أعظم في القيادة القطرية ووزيرا للدفاع وابن خار صدام لا يعرف شيئا عن المؤامرة أو لا يعرف شيئا عن مصير عبد الواحد معيدي وبقية الضباط قال آياد تأكد بأنه لا يعرف شيئا فلا تكلف بالعودة إلي مرة أخرى فالمسألة خطيرة جدا وأمام عدنان مهمة كبيرة انتظرونا في الجزء الرابع وتقبلوا منا أجمل التحيات